صح الصح صح 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 سيح ما رودنا أهلا يا أهلا يا أهلا حبيبيتي وبدأ الصباح كيفك ميسون؟ تمام الحمد لله رجعنا لموعدنا القديم مع ذاكرية اليوم استثنائيا لأن رح تكون لدينا جوال بالجزء الأخير من حلقتنا رح نستقبل ميسون هلا ونسمع طلباتكم احنا طبعا معاكم لايف على صفحة عمان تيفي أوفشل ورتانا راديو جوردن ورح أبدأ يميسون بشكل سريع معديمة بدأت تعرف عن موليد برج الجدي الجدي من الأبراج اللي عم بيصير عندها تحسن ولكن العشر أيام الأولى في شروط لحتى توصل لهدفك عدم استفزاز الآخرين وعدم أيضا القبول أنك تتعرض للاستفزاز حاول تكون صبور اطرح أفكارك بشكل صريح وواضح كون واضح بكلماتك لما تتحدث هذه الفترة إيجابية لحظ معك ولكن أنت اللي بتقرر بتصرفاتك وكلامك بدأ وصولك لأي مرحلة بدك توصل العشر أيام الثانية فيها كثير من الطاقة تزداد المسؤوليات أيضا فيها نجاح كثير عالي وفيها مردودات مالية جديدة لذلك انتبه أنك ما تتعرض للغرور وتتعامل مع الآخرين بفوقية العاطفة جيدة وعلى مدار الشهر ممتازة جدا للقرارات العاطفية للمرتبطين وغير المرتبطين في عنا ميسون كمان أم عمر عم تسأل عن توافق ذكر الدلو مع أنثى أربعة أربعة مع الحمل يعني برج هوائي مع برج ناري بيكون في نجاح بهذه العلاقة ولكن مثل ما بنعرف أنه فيه اختلاف بالصفات فبدنا نتحمل شوي بعض الأمور أنه لهذا برج ناري يحب السيطرة يحب النظام يحب أنه ينفرد بآراءه بقراراته بدك مع الزمن رح يفهم أنه الدلو صعب السيطرة عليه يعني برج هوائي ولكن حريته هي أهم شيء بحياته أهم من أي شيء ثاني بالحياة فهو مع الزمن بطريقة تعاملك وبطريقة توصيلك المعلومة لأله بدبلوماسية عالية رح يفهم أنه هذه الطريقة ما بتمشي مع الدلو فبدنا تنازلات بهذه العلاقة خاصة من برج الحمل خاصة أنه هو البرج الأقوى فحتى تكون العلاقة ناجحة لابد من بعض التنازل وبعدين في عنا يا ميسون مصطفى مصطفى عم بيسألك هل هاي الفترة مناسبة للارتباط لموليد برج الجوزاء؟ الجوزاء عنده هو رقم اثنين ماليا ونتي عارف يعني واحد بس ارتاح ماليا بتجوز على طريق فالوضع العاطفي إن شاء الله ممتاز جدا أنا كنت مستنى بس ارتاح ماليا عشان ارتغت لو يسمعني بشار فيعني أمورهم تمام موليد برج الجوزاء طيب الحمد لله عنا كمان يا ميسون مراد مراد عم بسألك عن توقعات شهر ثلاثة لبرج ستعاش احد عشر أشنا شهر ثلاثة ستعاش احد عشر هو موليد ستعاش احد عشر العقرب ما أخذ من القوس فبدك تنتبه لهاي المسألة العقرب أمورك تمام يعني في بعض التحذيرات لبرج العقرب بالفترة الأولى نحن عم نحكي عن العشر أيام الأولى الجزء الأول من العشر أيام مكمل للشهر الماضي بعد هيك فيه سلبي مع إيجابي برج العقرب ما بنخاف عليه أنا دائما بقول إنه إنسان طاقته عالية وقدراته عالية وعنده فهم الأمور وقراءة ما بين السطور كل هاي الأمور يخليه أنه يقدر يتجاوز هاي السلبيات الموجودة ولكن أنت عليك تقبل الاثنين بدون تذمر ما تحلل الأمور على هواك بدون وجود معطيات عالية المستوى هالأسبوعين خاصة هالعشر أيام الأولى حاول إنه ما تضيع الفرص من إيدك وما تفرض على حالك بعض السلبيات اللي أنت بيغنى عنها بتحليل الأمور على مزاجك العشر أيام الثانية رح تدخل بدورة فلكية جديدة إيجابية عالية المستوى أنت والميزان نفس الشيء وبدك تنتبه لكل صغيرة وكبيرة والعاطفة الجزء الثاني هو الأفضل للقرارات العاطفية عنا كمان مهة ميسون عم تسأل عن موليد برج السرطان السرطان خلينا نقول إنه العشر أيام الأولى الجزء الأول منها أول ثلاث أربع أيام مكملة للشهر الماضي بعد ذلك في مفاجآت كثير ممتازة إيجابية عالية المستوى في فرص مهنية لغير العاملين في ارتقاء سلمات النجاح للموظفين والعاملين فرصة مناسبة أنك تبحث عن كل ما هو جديد وتبدأ بكل ما هو جديد نجاح بالعمل الحظ معك الدعم أيضا موجود اعتماد نجاحك على مدى سعيك وعلى مدى اهتمامك بالأمور لحتى ترتقي سلمات النجاح وحتى توصل لهدف أنت بدك العشر أيام الثانية أيضا في مسؤوليات جديدة تدخل عليك وممكن هذا بده سعي متواصل بده وما رح تلاقي الوقت الكافي إنك تنجز كل المهمات ولكن عليك أنه ما تأجل كثير من الأمور خاصة المهمة وأيضا العاطفة العشر أيام الأخيرة هي عاطفية مطلقة مهمة جدا وجيدة للمصالحة مع بعض الأطراف وجيدة لأتخاذ القرارات العاطفية في عنا تسنيم تسنيم عم تسأل عن توافق الدلو مع الدلو علاقة ممتازة جدا دائما نحن بنقول الدلو بياخذ خبرته من الحياة ما بده يستفيد من خبرة غيره بده هو يخوض المعركة ويطلع منها خسران أم ربحان وياخذ التجربة بهذه الطريقة لذلك بنقول أنه العلاقة ناجحة ولكن على الأكبر سنة هو اللي ياخذ القيادة بما أنه خبرته أعلى فعادة تكون المرأة هي الأصغر فأعطي القيادة دائما للرجل إلا إذا كان المسألة معكوسة معكوسة نعم عنا سحر عم تسأل عن الحوت الحوت أمورك جيدة يا حوت العشر أيام الأولى رح تواجه أمور عدم موضوح وعدم فهم وعدم قراءة الأمور بشكل صح ما تتخذ قرار بهذه الفترة أصلا كثير من مرج الحوت ما رح يقدروا يتخذوا قرار بهذه الفترة ولكن إذا بدك تاخذ القرار عليك دراسة الأمور بشكل صح واستشارة ذوي الشأن لأنه هي فترة حساسة والأمور مش مفهومة فليش تاخذ قرار فيها العشر أيام الثانية ممتازة يبلش الحظ معك ويبلش الدعم أيضا معك تفتح الأبواب وعلى مصرعيها ولكن عليك الابتعاد عن العشوائية وعدم الخوض بكل الأمور اللي رح تواجهها بدك ترمي الغير مهم تحطوا وراء ظهرك تأجلوا لمرحلة ثانية وتاخذ المهم فقط تخوض فيه بهاي الفترة لأن الحوت مثل الميزان مثل الدل ومثل الجوزاء صعب عليهم يمشوا بأكثر من طريق بنفس الوقت هذا الشيء نعتبره عشوائية وما رح تنجح بأي واحد منهم العاطفة النصف الثاني هو الأفضل للقرارات العاطفية عنا كمان شاذة ميسون عم تسأل عن توافق ذكر الجوزاء مع أنثى الجدي جوزاء مع جدي في اختلاف بهاي العلاقة لأن الجدي إنسان يفرض الأوامر يفرض القوانين الجوزاء إذا كان من الناس اللي بيحب يعيش رفاهية الحياة لأنه في بعض الأبراج تنقسم لنصين في ناس بتحب حريتها وفي ناس بدها تعيش رفاهية الحياة الجوزاء من إذا كان من النوع اللي بده يعيش رفاهية الحياة ممكن تكون هالعلاقة ناجحة جدا لأنه الجدي بيحب يوصل لهدف وبيفكر بعمله أكثر من ما هو عاطفي دايما بنقول هو عقلاني أكثر من ما هو عاطفي لذلك بهاي الحالة بنعتبرها علاقة ناجحة بإذن الله ميسومنا نشكرك كتير حبيبتي ونتمنى لك بقي تنهار حلو إن شاء الله بكرة بتكوني معنا بموعدك الثابت إن شاء الله صح 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 ماردنا 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 ماردنا